عادة يضرب بيك المثل في أي لعب نحتاج أن احنا نصبر عليه يعني يقولك اصبر على اللاعب الفلاني زي ما صبرته على بلافيو بلافيو لما صبرنا عليه قدم أداء ممتاز وسجل أهدافه كان هداف الدورة بقى يضرب بيك المثل دائما يضرب بيك المثل في الصبر على اللاعب انت لما جيت النادي الأهل في 2005 كان حصل انكسار في السكة بينك وبين جماهير النادي الأهل لاحظت ده في المدرجات وانت كنت موجود وقت ما كانت جماهير موجودة في الملعب أكيد لو حصلت ده في المدرجات احكي لي وقتها شعورك كان عامل ازاي والجماهير كان بتبقاش راضية عنك اظن طبعا ان ان هم ما كانوش دايما مبسوطين من اللاعب لان الكورة ما كانش دايما بتدخل في الجول ما كنتش قادر تمان اعمل جول بس كوتش جوزي قال كنا مع بعض على التلفزيون وسأل وواحد من الربورتز واحد من الصحفيين سأل كوتش جوزي قاله اي اللي حصل لفلافيو كابتن جوزي هو اللي سأل الصحفي فالصحفي ما عرفش يرد على كابتن جوزي ما عرفش يرد على يقوله ايه بس فجأة الليجوان بدأت تدخل وبدأ فلافيو وسجل الليجوان عادي جدا انا دايما كنت عقليا ونفسيا قوي جدا لان دايما كان لازم اعدي كل الانتقادات وطبعا عدم فاهم اللغة العربية طبعا كانت بتساعدني جدا لان انا ما كنتش متابع دايما الانتقادات كلها فطبعا دا ساعدني ان انا اعدي اللحظات داية وطبعا دا وتمهزش من عزمتي وفي الاخر في اخر من الفين وخمسة الالفين وستة كابتن مانوال جوزي قال لي بالراحة جدا هنروح على كاس العالم في الفين وستة رحنا على كاس العالم والسنة اللي بعدها هترجع تاني على النادي الاهلي علشان احنا وصقين فيه جدا وطبعا في الفين وستة عالم مرجعت اول مرجعت بدأت الاجوانت تظهر ولازم طبعا اللعيب يكون قوي جدا عقليا وزهنيا السنة داية السنة داية انا طبعا ادرت اغير من ادرت اغير من ان الكورة ما كانتش بتدخل الاجوان بس طبعا انا قدرت اشتغل على نفسي علشان اللي جوان تقدر تيجي اسرع واسرع